اشتركوا في القناة نكمل مع بعض في الآية رقم 67 من سورة المائدة وهي قول المولى عز جل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ورد في الحديث الأذراء بن أبي شيبة يسناد حسن عليه بغريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل منزلا كان الصحابة يختارون له شجرة كبيرة ينزل تحتها صلى الله عليه وسلم ثم ينزل الصحابة تحت باقي الأشجار يحرصون النبي صلى الله عليه وسلم في رواية تانية عند التلمذي سعيد بن منصور في سننه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص كان له حراسة خاصة به صلى الله عليه وسلم إلى أن نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس فأخرج النبي رأسه صلى الله عليه وسلم وقال أيها الناس انصرفوا فقد عصمان الله عز وجل من الناس يقول الحق جل وعلا إلا تنصرونهم فقد نصره الله لذلك صور دفاع المولى عز وجل عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت أشياء تفوق الخيال في صلح الحديبية لما حصل الصلح الحديبية وطبعا كان فيه بند غريب جدا جدا لأن الصحابة كانوا يعني مدئين جدا منه خصوصا زيد نعوان بالخطاب لما كان من ضمن البنود أنه إذا جاء رجل مسلم يريد أن يرتد فمن حق كراش أن تقبله وإذا جاء رجل مشرك يريد أن يسلم فعلى النبي أن يرده إلى المشركين مرة أخرى فكان بند صعب قوي لكن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي من السماء ويعلم أين الخير لأن الله عز وجل يطلعه على ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم موافق على ذلك فلما جاء له سيدنا عمر طبعا معطارت بيقول له ألست نبي الله حقا والحديث رواه البخاري قال بلى قال ألسنا على الحق وعبوبنا على الباطل قال بلى قال فلما نعط الدنيا في ديننا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إني رسول الله ولست أعصي وهو ناصري يقين عند النبي صلى الله عليه وسلم أن المولى عز وجل لابد أن ينصره صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا نشوف صور من دفاع الحق جل وعلا عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كلكم يعلم كيف كانت عداود أبي جاهل للنبي صلى الله عليه وسلم طبعا أبو جاهل كان بيعاد النبي صلى الله عليه وسلم عداء غريب جدا في الحديث الذي رأى مسلم أن أبو جاهل راح للمشكين عند الكعبة فبيقول لهم أيعفر محمد وجهه بين أظهركم وأنتم تنظرون هو محمد بيجي هنا وبيصلي وبيسجد قدام الكعبة وأنتم شايفينه قالوا بلى قالوا والات والعزة لإن فعل ذلك لأطأن برجلي على عنقه فلما جاء في يوم الأيام فلأ النبي صلى الله عليه وسلم ساجد فجاء يعني بيقول لهم كلهم بيخبرهم أنه سيطأ على عنق النبي صلى الله عليه وسلم فالمشكين وقفين يشوفوا المنظر ده فأول مقرب أبو جاهل من النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به فجأة وبلا مقدمات بيعمل كده وبيتطقي شيء وبيرجع على وراء كأن في حاجة جاي بتهجم عليه فقالوا ما لك فقال لهم إن بيني وبينه لخندقا من النار وهولا وأجنحا هو بس اللي شايف أبو جاهل بس هو اللي شايف والمشكين كلهم ما شايفين فلما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لو دانى مني خطوة واحدة لتخطفته الملائكة عضوا عضوا الملائكة هتقطعوا حتة حتة فالمولى عز وجل أرسل الملائكة لحماية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون يا جيمة عن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزة أحد كان يدفع عنه جبريل وميكائيل كما صح في الحديث والأنظر بقى كيف كانت نهاية أبي جاهلي كما صح في الحديث الأدلاء البخاري عن عبد الرحمن بن عوف إنه كان وقب في الصف فلقى غلامين صغيرين وقفين حوالي أنا حوالي 12-13 سنة فبيقول فلم آمن بمكاني كنت أتمنى كده أن أنا أكون وسط اتنين كبار ما شاء الله أحميهم ويحموني ففجأة لقى غلام منهم بيقول له يا عم أتعرف أبا جاه قلت بلأ ماذا تريد منه يا ابن أخي قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيدني لئن لقيته لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منه لو شفت أبو جاه والله العظيم ما هسيبه الحدي يا نموت يا هو يموت فالتاني رح مكلم برضو عبد الرحمن بن عوف سرا من صاحبي كل لحنا عايز يستأثر بقتل أبو جاه فقاله نفس الكلام فعبد الرحمن بن عوف كان في كمة ساعة طبعا أنه يكون وقف بين اتنين شباب ما شاء الله يعني بهذه الجرأة والحماسة والكوة فأول ما بدأ الجهاد لقى أبا جهل يقاتل ويزور بين الناس يتحرك فقال هل ترين هذا الرجل؟ قال بلى قال هذا هو أبو جهل هذا صاحبكم الذي تبحثان عنه قال فانقضى عليه كالسقرين فقتلاه فالتنين من فرحتهم رحين للنبع السامن بيقروا فرحنين واحد يقول له أنا اللي أتلت يا رسول يقول له لا أنا اللي أتلت فالنبع السامن حبي طيب خاطرهم فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قال بلى لسا وسحناش فنظر النبي في السايفين وقال كلاكما قتل صلى الله عليه وآله وسلم شوف برضو عداوة عمو اللي هو أبو لهب أبو لهب وامرأته حمالة الحضب سبحان الملك أبو لهب كما ورد في الحديث اللي ذرواه أحمد بزلد صحيح عن ربيعة ابن عباد أدي لي إنه هو بيقول شفت النبع السامن في سوق ذي المجاز وهو عمل بيدعو الناس ويقول لي يا أيها الناس كولوا لا إله إلا الله تفرحهم وعمال يذكرهم بالله ويدعوهم إلى الله بيقولوا وراءه وراء النبع السلام رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين وشه منور أوي وأحول وشعره منذ كده ضفيرتين وهو يقول للناس لا تصدقوا إنه صابئ كاذب لا تصدقوا إنه صابئ كاذب قال فسألت عنه فقالوا إنه عمه أبو لهب سبحان الله كيف كانت نهاية أبي لهب إزاي ربنا عقبه سبحانه وتعالى إزاي ربنا أهلكه سبحانه وتعالى ربنا صلت عليه جندي من جنود وما يعلم الجنود ربك إلا هو مرض كانت أهل مكة كانت بتخاف منه جدا اسمه العدسة أو العدسة مرض جلدي بشع جدا وكان بيودي بالإنسان في النهاية إلى الهلاك فالمهم فكل واحد كان يشوف حد مصاب بالمرض ده كان الكل كان يتقيه ويبعد عنه ويخاف منه لحسن يتعيد لأنه كان مرض معضي جدا فقدر ربنا سبحانه وتعالى إن بعدما مات أبو لهب ولاده الثلاثة سابوه بالمنظر دوت لحد ما أمتنوا ورحته فاحت سابوه لمدة ثلاثة يام لحد ما راجب من أهل مكة اتكسف قال لهم كيف تتركون أباكم هكذا فرح منه دي قال له يعني إحنا بنطق هذا المرض وخافين لتايد قال لهم ما تجوش بالك وأنا أعينكم فبدأوا يغسلوه ويرموا عليه المية من بعيد يعني يملو كده أواني مية ويرموه عليه من بعيد ثم احتملوه في قطة كماش ورموه عند مكان كده ورجموه بالحجارة أو دفنوه بالحجارة أسندوه إلى الجدار في أعلى الجبل ورجموه بالحجارة حتى يدفن دي كتنهاية أبي لهب تعال نشوف زوجت بقى ليه أم قبيح اللي هي بيسموها أم جميل أم جميل دي لما المولى عز وجل سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد كان أبو لهب كان أبو لهب لما في يوم من الأيام النبع السلام ناد عليهم حينما نزل عليه الوحيد فقال وصباحا يعني كأنه ينذرهم بقدوم عدوه فاجتمعت كريش فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أني أخبرتكم أن الجيش أن جيشا من العدو مصبحكم أو مسو أكنتم مصدقية قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قط قال فإني نذير لكم بين يدي عذابا شديد فقام أبو لهب نفض حجراه وقال لهذا جمعتنا تبا لك سائر اليوم فنزلت تلك السورة تبت يد أبي لهب وتب إلى آخر إلى آخر سورة زوجته لي أم جميل كانت تائما تؤذي النبع السلام كانت تجيب الشوك وترميه في طريق النبع السلام وتأذي النبي بأقبح الألفاظ وكانت في يوم الأيام النبي كان جالس عند الكعبة مع أبو بكر الصديق وهي لما نزلت بقى قول المولى عز وجل وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد طبعا اددئت جدا قالت بقى محمد بيهجونه بيجيب سرتي فراحت رايحة لأبي بكر والنبع السلام جالس بجواره فأبو بكر قال يا رسول الله اختبئ حتى لا ترى قال إن الله سيحول بيني وبينها فراحت فبتقول له يا أبو بكر سمعت أن صاحبك هجانة قال لا والله ما نطق بالشعر وما قال قالت إنك لمصدق فلما مشت فأبو بكر بيقول للنبع السلام بيقول له رسول الله أما رأتك هذه المرأة قال لا إن الله جعل ملكا أمامي يسترني حتى لا تراني يعني ربنا جعل ملك بين النبع صلى الله عليه وسلم وبين أم قبيح التي تسمى بأم جميل حتى لا ترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدت هذه المرأة في عداوة النبع السلام وكان عندها جيد كان عندها عقد غالي جدا قالت والله لأنفقنه أو لأنفقن ثمنه كله في عداوة النبي يا عداوة محمد صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وهي محضرة رزمت كده الشوك عشان تحطها في طريق النبي صلى الله عليه وسلم تعبت شوية فجالست عشان تستريح فكانت نهايتها فخنقها ملك من الملائكة الرحمن سبحانه وتعالى بذلك الحبل الذي كانت تحمل به الشوك خنقها ورح مرجعها الورى كده وزيقها الورى فخنقها فماتت وكان المشهد الجميل العجيب إن هي يوم الإيامة في نار جهنم أبو لهب يعذب وامرأته وتمسك شوك من النار وحطط من النار وترميء على حبيب القلب أبو لهب فشيء عاجيب جدا جدا نوع من العذاب عاجيب جدا بسبب عداوتها للنبي صلى الله عليه وسلم وبسبب عداوة أبي لهب للنبي صلى الله عليه وسلم والعيلة كلها الحقيقة كانت عيلة عجيبة جدا حتى ابن أبي لهب اللي هو عطبة ابن أبي لهب كان في عداء شديد جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم دركت ان هو كان يعني عقد هو واخو التاني كان عقد على ابنتين نبي صلى الله عليه وسلم وكلام ده طبعا قبل الإسلام فلما جاء الإسلام وحدثت العداوة بين أبي لهب وبين زوجته وابنه للنبي صلى الله عليه وسلم فأراد أبو لهب يعني 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 بيعاقب النبي صلى الله عليه وسلم فكان مسافر الشام هو وابنه اللي هو عطبة ابن أبي لهب فعطبة قال له انتظر يا أبي حتى أذهب وأوذي محمدا فرح له ورح له قاله كلمتين في منتهى القباحة بيقول له ايه بيقول له يا محمد هو كافر يقصد نفسه هو كافر بالنجم إذا هوى وبالذي دنى فتدل ثم تفل في وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطلق ابنته وردها عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلت عليه كلبا من كلابك الله أكبر دعاء من النبي النبي دعاء على مين على عطبة ابن أبي لهب طبعا هو عمل عملة قبيحة جدا ما فعلها إلا واحد أقبح منه برضو اللي هو عقبة ابن نبي معي تنشوف دلوقتي عمل ايه الرجل ده أو الشاب ده وطراح وبصق في وجه النبي سيد ولدي آدم صلى الله عليه وسلم يتمنى أنه يقبل حزاؤه صلى الله عليه وسلم فتفل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ابنتك طالق ورح مطلق بنت النبي على السلام وده كان كرامة كبيرة جدا ومش حاسس كانت كرامة كبيرة جدا من ربنا سبحانه وتعالى لبنت النبي صلى الله عليه وسلم وللنبي صلى الله عليه وسلم بأن يطلقها هذا الشاب الذي كفر بالله سبحانه وتعالى نزل هو وأبو لهب نزلوا في منطقة اسمها الشراء مكان ما بين ضمشق ومكان المدينة المنورة وكانوا راحين الشام فلما نزلوا وعدوا على راهب في صومعة قال لهم ما الذي أنزلكم في هذا المكان إنها مأسدة ده المكان ده الإسود بترع فيه زي الغنم ده أنتوا أي مكان أي شرعة تمشوا فيها هتلاقوا في إسود هنا ماشى في الشوارع فأبو لهب لما عرف هذا الكلام خاف على ابنه جدا وبعدين هو وهو خارج معام الصفر قال له يا ابني والله إني أخشى عليك دعوة محمد وإنك لا تعلم أنه مستجاب الدعاء أنا أخشى أنه فعلا أنت يكون هلاكك بسبب الدعوة دية وبعدين وقال له إيه اللي خليك تعمل كده وبقى مدهي جدا جدا وقال الآن فرح مكلم الراهب ده قال له إنكم لا تعلمون ما كانتي عندكم أنا راجل ليه مكانة كبيرة جدا بين العرب وهذا ابني قد دع علي محمد وإنك لا تعلم أنه مستجاب الدعاء فإني أخشى علي لأنه قال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك والأسود من فصيلة الكلاب فبيقول له فأريد أن تحموا ابني فقاموا عملوا إيه حطوا ابني في النص كده وحطوا جنبه متاع كتير جدا وراحوا نيمين كلهم حواليه وراحوا برضو حطين متاعهم حواليه عشان إيه الأسد ما وصلوش خالص فجاء الأسد بالليل شوف قادر ربنا صحة جاء الأسد بالليل وشم جميع الحاضرين فدي ليشمشم فيهم كده وهو المسألة لو كنت مسألة جوع ما يأكل أي واحد لا قاعد يشم فيهم كلهم إلى أن وصل إلى عطبة ابن أبي لهب خب بالك فشم وجهه ثم أكله من وجهي فقال أبو لهب قد علمت أنه لن ينجو من دعوة محمد أبدا وشوف الجزاء من جنس العمل هو تفل في وجه النبي والأسد أكله من وجهي كان ممكن يكله من إيديك كان ممكن يكله من رجليك يكله من رأبته إنما هو وجه بوجه والجزاء من جنس العمل كما تعلمون جميعا أن من عاد النبي صلى الله عليه وسلم ما عداه الله عز وجل ومن عداه الله عز وجل أهلك سبحانه تعالى وتعالوا نكمل مع بعض كيف دافع الحق جل وعلا عن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وكيف كانت المشاهد الجميلة والجليلة في دفاع الحق جل وعلا عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك بالعيوم والمشاعر واليقين رح نعيش بالولور مع كلها نعرف المرات دين الحكاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا تنصروا فقد نصره الله سبحانه وتعالى كان في واحد اسم عقبة ابن أبي معيط عقبة ابن أبي معيط في يوم من الأيام كفار كريش حبوا يترياءه على نابع السلام وحبوا يعملوا موقف كده ويتحكوا ويمزحوا من خلاله فكان النابي صلى الله عليه وسلم كان ساجدا عند الكعبة فالمشركين عزموا على بعض أيكم يأتي بسلة جزور بني فلان سلة جزور المكان اللي بيبقى فيه الجنين عند الناقة يعني بعد ما فتولت طبعا مكان صعب جدا وموضع ناجس يعني فإذا به عقبة ابن أبي معيط هو يخرج من كل هؤلاء الناس ويأتي بسلة جزور بني فلان ويرقيها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت النجاسات تسير على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم من اللي شافت المنظر فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تتحمل وراحة زهلة النجاسات وقام النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة يدعو عليه مع أن النبي قبل ذلك كما عند مسلم لما رحولوا الصحابة قالوا يا رسول الله ألا تدعو الله على المشركين قال إني لم أبعث لعانا وإنما أبعث رحمة إنما في الموضع ده بدأ يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم قال اللهم عليك بفلان وعليك بفلان ودع على سبعة في هذا الموضع والسبعة جميعا ألقوا في بئر القليب في يوم غزوة بدر وهم راجعين طبعا طبعا عقبة ابن أبي معيط تكلم موقف غريب تاني أن في يوم الآن كان عامل عزومة لكبار المشركين صناديد الشرك والوثنية في كريش فحب يعزم النبي صلى الله عليه وسلم وخب بالك عقبة ده كان قريب أولي الإسلام كان ممكن يسلم في لحظة لو لا صحبة السوء في يوم الآن عزم النبي معيط فالنبي لقاه فرصة أنه يبقى قعد مع كبار القوم يبقى أوليه المشركين اللي هم لو أسلموا أتسلم مكة كلها فقال طيب نقبل العظومة ونروح بنيت الدعوة فراح النبي مع السلام فعقبة بن نبي معيط قال له كل يا محمد قال لا أكل حتى تشهد يعني تقول لأشهد ولا إله إلا الله وأن رسول الله فرفض فقال له خلص فرفض طبعا إيه كان عندهم إكرام تضيف حاجة يعني عجيبة جدا أعام الجهلية فكان من العيب أو إن الضفق يطلع من غير ما يأكل فقال له كل يا محمد قال والله لا أكل حتى تشهد فإذا به يقول من وراء قلبي عشان يرضي الضيف قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فتفضل كل فأكل النبي صلى الله عليه وسلم فلما أكل النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه صديق عزيز جدا لعقبة بن أبي معيط والطيور على أشكالها تقع كان له صديق اسمه أبي بن خلف كان من صناديد الكفر أيضا فكان مسافر إلى بلد ما ولما رجع استقبلته كريش وقالت له ده صحبك وحبيبك وعقبة بن أبي معيط صبق ودخل في دين محمد ونطق الشهادتين أمامنا فرح له أبي بن خلف قبل ما يرجع بيته جايز حزين جدا يعني قال له أصبقت يا أخبة قال لا ما صبقت قال إن كنت لم تصبق بعد فاذهب وأذي محمدا صلى الله عليه وسلم فرح أخبة بن أبي معيط عشان يرضي صديقه راح للنبع السلام فوجده ساجدا خب بالك فوضع رجله الناجسة على مؤخرة رأس النبي وضغط عليه حتى كادت روح النبي صلى الله عليه وسلم أو كادت عيناه أن تنظرني من رأسي ثم بعد ذلك بعد أن قام النبي صلى الله عليه وسلم أخذه عقبة وخنقه من تلابيبي وبسق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم نفس الفعلة التي فعلها عطبة بن أبي لهب فدع عقبة بن أبي معيط فتفل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فدع عليه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر أسر النبي مجموعة من الأسر كان من ضمنهم عقبة بن أبي معايد ولم يقتر النبي أسيرا أبدا إلا عقبة فقال له عقبة أتقتلني من دون الناس يا محمد قال أجل أجل يا عدو الله ثم نظر إلى أصحابه قال أتدرون ماذا صنع بي هذا الشقي ورح حكي لهم بقى السجل العجيب جدا من الإجرام الذي مرسه عقبة بن أبي معايد طب صاحبه وحبيبه بقى له أبي ابن خلف كان بيتجرأ على النبي على السلام كل ما يشوفه في مكة يقول له يا محمد والله لئن لقيتك أو ولاتي لئن لقيتك خارج مكة لأقتلنك مرة واثنين وثلاثة ونبي صلى الله عليه وسلم دائما كان شعاره العفو عند المقدرة كان يعفو دائما لكن أحيانا بيصل الأمر إلى موضوع ما ينفعش يتسكت عليه لأنه يبقى فيه مهانة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا والله لأقتلنك فلقياه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر أخذ النبي الرمح وضربه ضرب بالرمح الرمح ده ما وصلوش لكن ذبابة الرمح ده عملت له كدمة كدمة كده صغيرة في صدري فظل يخور كما يخور الثورة والناس تقول له ماذا بك والله ما نزل بك إلا تلك يعني دي كدمة صغيرة فقال والله لكأن جبال الدنيا قد سقطت فوق رأسي وظل يخور هكذا حتى قتله الله عز وجل ومات هذا الشقي وذهب إلى مزبلة التاريخ وأسأل الله عز وجل أن يذهب بشار وأعوانه أيضا إلى مزبلة التاريخ إن شاء الله وأن نرى فيه يوما أسودا قريبا إن شاء الله إن فيه واحد برضو اسمه عبد الله ابن قمئة في غز وجل أحد النبي صلى الله عليه وسلم لما عصروا ماتوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ضرب النبي بالسيف على كتفي ضربة شديدة جدا ثم ضربه بحلقات المغفر دخلت حلقات الحديد في وجنتين نبي صلى الله عليه وسلم دخلت في خد النبي صلى الله عليه وسلم فقام أبو عبيدة ابن الجراح عشان ينزع تلك الحلقات من وجه نبي صلى الله عليه وسلم سنة تقع تنكسر لأن الحلقات كانت دخلة ومسكة أو في خد النبي صلى الله عليه وسلم ففضل يشيل 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 واسنانه كلها سقطت لحد مع آخر سنة وآخر درس طلعت الحلقات من وجه النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح أبو عبيدة أهتما بقى أهتم لكنه ودي من ضمن الكرمات العجيبة لأبي عبيدة لما كان من سنانه موجودة كان جميل فلما كان أهتما دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بقى أجمل ألف مرة حتى قال الصحابة والله ما رأينا هتما كان أجمل من هتم أبي عبيدة لأن أسنانه سقطت دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن قام أبا ربنا يعني عقبه زي هو حط ضرب الحلقات في وجنة نبي صلى الله عليه وسلم وضربه بالسيف على عطقه قال له إيه قال له خذها وانا ابن قمئة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك أقمأك الله إن شاء الله ربنا يهلكك ويضمرك ويزيلك من على الدنيا ما لك أقمأك الله انتهت غزة أحد وعاد عبد الله ابن قمئة إلى بيت كان لي شوية غنم عزكم الله كان بيرعاهم فوق الجبل من جبال مكة في أعلى جبال مكة وكان فيه خضرة وفيه كده فرايح بعد غزة أحد وبعد ما دع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا العمال بيشوف الغنم بتوعه ويرعيهم ويأكلهم ويشاربهم فقام تيس تيس صغير شخب بالك بقى لهذا الرجل كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يرسل له جبرايل أو ميكايل أو أي حد من أمن الملائكة أو يخسب به الأرض أو يصلت عليه أي إنما تيس هو ده مقامه مقامه إن ربنا سبحانه وتعالى يصلت عليه تيس تيس صغير وخب بالك فصلت عليه تيس صغير فالتيس ده تفضل ينطح فيه ينطح فيه ينطح فيه هو مش قادر عليه رغم أن التس صغير وضعيف بس ربنا أعطى قوة قعد ينطح فيه عبد الله بن القمئة لحد ما أسقطه وأرضاه من قمة الجبل فنزل مقطعا حتا قطعا قطعا نزل مقطع ميت حتا بسبب إيه ما لك أقمأك الله دعوة من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام رجل كما في الحديث الذي روال بخاري رجل أسلم رجل نصراني أسلم وتعلم سورة البقرة وكان من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد الرجل مرة أخرى فلما ارتد قال والله لا يعلم محمده ما يعلم محمده من الوحي إلا ما كتبته له بيدي يعني الوحي ده ده مش وحي أصلا ده أنا اللي مألف للقرآن من عندي فمات هذا الرجل بعدما تنصر فدفنه النصارى فلفزته الأرض فقالوا هذا فعله محمد وأصحابه طبعا لأن الرجل كشف حقيقة محمد كما يقولون يعني فالأرض فهم جم نبشوا عنه الأرض فأعمقوا ودفنوا فلفزته الأرض المرة الثالثة أعمقوا ووضعوا في القبر فلفزته الأرض فعالموا أنه من عدواته للنبي صلى الله عليه وسلم آخر حكتين عشان ما نطولش على حضراتكم في الحديث العجيب الذي رواهه البزار بسندا صحيح عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم من بعث رجلا من أصحابه إلى رجل من عظماء الجاهلية بعث يعرض عليه الإسلام فالرجل هو رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم رايح يعرض عليه بيقوله نابع السلام بيقولك تشهد أن لا إله لله نحن رسول الله وأن فيه إله وهو للإله الواحد والأحد الفرض الصمد سبحانه وتعالى فقال وإيش ربك هذا من ذهب أم من فضة أم من حديد أم من نحاس فالرجل الصحابي ده رجع قال للنبي على السلام فقاله روح ذكروا بالله مرة تانية في كل مرة يسخر منه وقال له إيش ربك ده من ذهب ولا من فضة ولا من حديد ولا من نحاس ثلاث مرات لحد أما في الآخر خالص دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل صائقة على هذا الرجل فأحرقته قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى قد أرسل عليه صائقة فأحرقته فنزلت تلك الآية ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال أختم بهذه الكصة العجيبة كان النصارى ينشرون دعاتهم بين قبائل المغول من أجل تنصير المغول إيه اللي ساعدهم على كده إيه اللي ساعدهم إن هلاكم عليه من الله ما يستحقه كانت زوجته امرأة نصرانية وكان بيحبها جدا وكانت مدللة عنده فكانت بتقوله إئذن لهؤلاء المنصرين أن يأتوا في وسط الميوش والقبائل المغولية من أجل أن ينشروا النصرانية والناس بقى تقتنع أو ما تقتنعش برحتهم بس إئذن لهم يعني ما توقفش أمامهم فوافق هلاكم على ذلك وطرك هؤلاء المنصرين حتى ينصروا هؤلاء المغول في يوم من الأيام راح النصارى في حفل كبير جدا حفل مغول كبير جدا بسبب أن أحد القادة المغول كان قد تنصر فرحوا هناك في أثناء الحفل قام رجل النصراني وبدأ يقول كلمتين ثلاثة وبدأ يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم فكان فيه كلب كبير ضخم كده كان مربوط فزمجر الكلب وثم اتجر رحل الرجل وعده كده من إيدي أو من رجلين فقالوا له ليه عملت كده أنت بتسبب نبي المسلمين فالكلب غضب له قال لا لا الكلب لا يدري ما محمد ولا غيره لكن كل ما في الأمر أنه كلب أبي فلما الأن ببصله أو كده فغضب فرحوا رابطين الكلب تاني الرجل النصراني بدأ تاني يسب النبي على السلام فزمجر الكلب وانفلت المرة ديت وأخذه فخلع عنقه فقتله غضبة للنبي صلى الله عليه وسلم دي كانت صور يعني من دفاع المولى عز وجل عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله بقرأ جازة ونلتقي يوم السبت إن شاء الله مع آية وحكاية أسألكم بالله ألا تنسوا الدعاء بالاستقرار لمصر وبتأليف القروب بين أهل مصر وبالدعاء لإخواننا في سوريا الله يبارك فيك وإدعوهم ربنا يفرج همهم ويحقن دماؤهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما نقرأ في الكتاب المستبي لما نقرأ في الكتاب المستبي